من أن تكون عملية الاغتيال هي بداية لحرب إقليمية لماذا؟ أولا إسرائيل عندما أقدمت إلى اغتيال السيد إسماعيل هنية في ذات يوم تنصيب الرئيس الإيراني هذا أمر له دلالة مهمة جدا ضمن هذه الدلالة أن إيران أن إسرائيل وجدتها فرصة الآن لتهيئة الأجواء أمام ضرب المفاعل النووي في مرحلة مقبلة فهذا الأمر هاجز بالنسبة لإسرائيل الأمر الثاني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في أزمة وفي ورطة وفي مستنقع غزة يريد الخروج من هذا المستنقع إلى حرب تؤدي ولو في البداية إلى اغتيالات حدث في لبنان حدث في إيران حدث في اليمن الأمر الثالث أن هذا إعلان لتجميد المفاوضات الجارية بشأن مسألة الرهائن وبشأن وقف إطلاق النار كل هذه أسباب دفعت إسرائيل إلى أن ترتكب هذه الأعمال الإجرامية خلال الساعات القليلة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر